قد أدلت هذا الاستحقاق التشريعي هنا بأحد مكاتب هذا المركز ونستغل وجوده هنا ليطلعنا على سير انطلاق العملية بمختلف الدوار الانتخابية بكامل أنحاء الجمهورية نعم هو الساعة الثامنة صباحا كل مكاتبنا ومركزنا في تونس اللي تعرفوا عددها يفوق الاربعليف وخمسمائة المركز ما يفوق حداشنال في ثلاثمائة المكتب فتحت في الساعة الثامنة صباحا تواقم المراكز والمكاتب عضاء المكاتب رؤساء المراكز لكلهم معناها إخذاء مهامهم والعملية انطلقت بسلاسة ما فهماش إشكالية لوجستية أو إشكالية بشرية الساعة الأولى فهم مؤشرات إيجابية أنه عدد محترم قاعد يتوجه إلى سنديك للطراع نأمل أنه ما زال فهم ساعات طويلة تفصلنا إلى الساعة السادسة أنه الناخبين التونسيين ما يفوتوش هذه الفرصة لاختيار من يمثلهم حقيقة في مجلس نوب الشعب لأنه تعرفوا نظام الاقتراع على الأفراد الميزة انطيعه وأنه الناخب يعرف جيدا المترشح ففرصة لناخب أنه يختار عن روية وعن معرفة كيف كيف عملية التصويت بالخارج تستمر اليوم أيضا وتغلق الساعة السادسة مساء فهم توقيت استثنائية من 9 للاربع في بعض المراكز في الولايات الحدودية وفهم أيضا توقيت استثنائي بالتمديد إلى 8 تعليل في دائرة جربة وجرزيس لاعتبارات أخرى الأمر عادية يعني إن شاء الله تكون فهمة نسب أقبال محترمة ودعوتنا من خلال شاشات التلزة الوطنية لجميع الناخبين والناخبات التونسيات أنهم يشاركوا اليوم في هذا الموعد الانتخابي ويختاروا من يمثلهم وحتى إذا كان فهم مش مقتنع بمترشحين يجب أن يحط ورقة بي ذا ولكن ما نخليوش يعني المكاتب ما فيهش ناخبين نعم سيدي نحن لازلنا على وقع الصمت الانتخابي هل سجلت الهيئة بعض الخروقات فيما يتعلق بالصمت الانتخابي هو صمت الانتخابي يوم أمس واليوم ثم بعض الخروقات ولكن اللحظناها خاصة الخروقات في فضاء التواصل الاجتماعي في صفحات الفيسبوك في المواقع الإلكترونية ما لاحظناش خرق للصمت ميداني يعني في الفضاء في وسائل السلسام البصري ولكن الظواهر هذه بات الحال عن خلايا رصد تقوم برصدها خلايا رصد السمع البصري خلايا رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية وخاصة فضاء المفتوح وإن شاء الله قدوة قبل ما تشرع الهيئة في العلانة عن نتائج الأولية مش كنا عمنا كل هذه التقارير بتاخل خلايا رصد بشكاك المجلس يعلن عن النتائج بعد التثبت كما يقول القانون في فصل 43 التثبت من مدى احترام المترشحين لضوابة الحملة الانتخابية وضوابة التمويل بالنسبة لما تبقى ربما من هذا اليوم الانتخابي ربما كيف ترون سير العملية خاصة بالمناطق الداخلية ومدى توفر الأمور اللوجستية هناك الأمور اللوجستية تقريبا جاهزة من الثمانية متعة الصباح وما سجلنا حتى تأخير في حتى مكتب اقتراع كيف كيف ما سجلنا حتى خلال اللوجستي في المعادات الانتخابية وهذا شيء إيجابي الساعة الأولى أيضا ونحن نتوى تقريبا في الساعة الثانية فما حسب المعادات اللي جينا حينا في نسب الاقبال فما نسب اقبال محترمة نتوقع بتباتي الحال أنه ترتفع هذه النسبة كلما اقتربنا للساعة السادسة مساء نعم بالنسبة لذو الاحتياجات الخصوصية ربما هل تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم خاصة عند الولوج والدخول مكاتب الاقتراع والأداء بأصواتهم بكل سلاسة طبعا ذو الاحاقة تعرفوا أنه عندهم بالنسبة خاصة للمكفوفين ورقة التصويت برعي باش ينجموا يمارسوا حقهم بمفردهم بدون مرافق وكيف كيف حتى في توزيع ذو الاحاقة حسب المعادات اللي نخذوها خاصة في الاحاقة الجسدية من وزار الشؤون الاجتماعية يتم توزيحهم على مكاتب الاقتراع في الطابق الأرضي فما فماش صعوبة مفردية لولوج ذو الاحاقة لمركز الاقتراع وكيف كيف حتى ذو الاحاقة اللي عندهم اشكالية بصرية فإنه يمكنهم الاستعانة بورقة التصويت برعي شكرا جزيلا لسيد فاروق أبو عسك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخاب